خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعمل مع إسلام آباد لإيجاد سبيل للخروج من الحرب في أفغانستان ولا يزال ترامب محجماً عن إعادة تقديم المعونات الأمريكية لباكستان ويربط ذلك بما يتم تنفيذه على الأرض لكنه عرض على إسلام آباد المساعدة في تخفيف التوتر مع الهند وقال خان لترامب إنه لا يوجد سوى حل وحيد بشأن أفغانستان وإن إبرام اتفاق للسلام مع حركة طالبان صار أقرب من أي وقت مضى وأضاف أنه يأمل في أن يستطيع خلال الأيام المقبلة أن يحث طالبان على استئناف المحادثات وطرى الولايات المتحدة أن التعاون مع باكستان يجب أن يغضي إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 17 عاما غير أن العلاقات بين البلدين معقدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة